مرحبا شرايكم بنده نقول بسم الله ستان باي والله العلاقة بدايتها بدايتها يعني يمكن الواحد الان صعب يتذكر بالضبط الاصيل لكن انا اعتقد انها كانت البدايات مثل اي بداية بين شاعر ومطرب يعني يكون ارسلت يمكن له قصيدة باي طريقة ان كانت والله اني سيت كيف ارسلت وعجبها عجبتها وغناها يعني ثم بعدين عد بدأ التواصل عبر الهاتف ثم ايضا عبر اللقاء الشخصي والله شوف انا تعرفت على خالد في بداياتها الفنية يعني يمكن عن طريق اخوي رياض ابراهيم يعني يمكن هو حلقة الوصل بيني وبين خالد عبد الرحمن وتشرفت انا والله في صداقة خالد يعني مغض النظر عن الفن خالد رجل يعني خالد يعني اعجز اوسط لك خالد كشخص اول مرة قابل فيها خالد عبد الرحمن كنت رايح السيديو اسجل فاتفاجرت قالوا فيه خالد عبد الرحمن قال خالد عبد الرحمن يعني معروف يعني بس مو هلا فطبعا عادي جدا دخلنا السيديو استقبلنا لقيت الرجال رايح جاب شاهي وحط الشاهي في كارتي انكاسات وكان يشوله ووقف الاستيديو ووقف انا قاعد اقابل الرجال بصراحة كفو يعني بعيدا عنه انه هذا الرجال قاعد علوم علوم تنومس بصراحة حتى اذكر الاغني اللي كان يغنيها سجلها اللي هي يا لائمتني ما بقالي شفاعة عمل بخت وتغيرت كل الوضاء المهم انه اشترجو معه حسيت روحها مرة جميلة وحسيت الرجل بصراحة يعني يعني يدخل القلب تحبه خالد من بحكم انه من الوسط المنطقة الوسطى ويعرف نوع الشاعر اللي حنا نكتبه بسهولة يعرف يقيمه ويعرف كيف ينطقه نطقه السليم الصحيح فهذه ايضا من الامور اللي تجذب الشاعر يعني مثلي انه انه يغني له مثل خالد او خالد بن حسن الحقيقة شهادة عتز فيها من سمو الامير ويمكن دائما الشعار يفهمون بام يفهمون لهجة بام فحتى في المعنى قد يغيب على المستمع وش يقصد ولكن الشاعر يفهم الشاعر خالد انا اعشق اعشق جنوني الحقيقة واذكر انا قلت مطربين كثير كلهم زعلوا الا خالد ابو الرحمان يعني خالد تكلمني وقال لي جبيلة بس يا اخوي شخصيتي لو عدلت كده يعني كاحد يقول لو غيرها ما عادي يرد غيرها يقول لي اش قلتني ما دي واحد اذكر واحد قلت قال مطلعني اسمر كث انت اسمر يا اخوي شو سوي لك خالد ما كان عنده اعتراض حتى قال لي لو في شي ثاني ولا شي يقول لي انا جي اقاعد معك وقول لك كيف تقول الصوت كيف تركبه كيف هو حبيبي طبعا انا ضحكت صراحة اول ما شفتي قلت قلت لها يعني اذكر انه كان في اقتراح لو صار كذا وكذا يكون بعد اكمل للصورة خالد ما هو اناني يعني يحب يخدم الشعراء ما يهم هالاسم لاني انا اول ما تعاملت مع خالد يعني كان هو اول فنان اتعاون معه يعني ما كان مثلا والله قال هذا اسم مثلا غير معروف او شي او ممكن اغامر فيه لا انا عشت الموقف اني حاولت التعاون مع فنان الله يذكر ابو خير ولكن ما ما تجاوب معي فانا عشت هالموقف عشت انه اني اطلب من شخصي غنيلي ولا ولا يهتم فبالتالي عنهم شي نقصن طالما ان الكلام جميل معنك من الاسم الاسم ما في احد بده من الالف ولا من العسرة الناس قلت من الصفر فماني شركة انتاجه لشان نقول والله حريص على الاسم قبل المضمون لا بالعكس انه حريص على المضمون قبل الاسم وبالتالي هي صعود مشترك بين الفنان والشاعر يصعدون خالد يعني تشوفه مثلا يحيي حفل او شي تجد المسرح مليان واعتقد ان جماهيريته طاغية على كل جماهيريات المطربين الاخرية في الخليج والجزيرة العربية وربما خارج الجزيرة العربية في الاردن مثلا وفي العراق حتى لما غنى في شمال افريقيا مثلا في تونس في المغرب في الشمال في سوريا قبل ما تصير الاحداث كانت له جماهيرية طاغية الجمهور ما شاء الله هم مصلون رسالتي الفنية بين بعضهم وعلى حسب علاقاتهم في الدول العربية تلقى الاشياء توصل اول ما كان فيه اعلام مثل الان لا وسائل التواصل ولا قنوات مرئية تخدم الفنان كنا على مستوى جلسات وقعدات واذا وزعنا وزعنا على محيط المملكة ولكن وش اللي وصلك للخارج كل من سافر واخذ اعمالها معه ورجع بدونها يعني تاخذ اسيرتك معك وتروح لأي دولة على سبيل المثال سوريا الاردن المغرب تونس ترجع بدونها ليه؟ لأنها تأخذ منك فبالتالي يبدأ هنا مرحلة الاستماع من خلال هالكاسيتات اللي وصلت لهم فإذا تبدأ الناس تعرف فإذا عرفوا بحثوا عن جديدك بحثوا عن ما تقدمه إلى أن بدأت القنوات عفوا الإذاعة من خلال الإذاعات طبعا كان فيها المسابقات والمسابقات هذه يجي فيها مشاركات خارج المملكة من دول الخليج من دول العالم العربي فاللي ما يشارك بالصوت يكفي أن يشارك مستمع يعني فكانت كل هذه تخدم بعضها أم مرة يطول عمر كنا في حفل في مهرجان مفتاحة في أبها والحضور يعني اللي بره أكثر من اللي جوه فخلصنا الحفل أركبت السيارة أنا وخالد وكان معنا واحد من التشريفات من الأمارة وحنا طالعين تجمع الجمهور ففي واحد قال له أبو نائف والله أنا أحبك أنا أغليك فأبو نائف قام عطاها القلم فجاء ثاني يعني عالم على أبو نائف والله قام عطاه فك الساعة فجاء واحد قال أنا أبو نائف قام عطاه فوجه واحد سحب الغترة منه وراه أنا قال طالعا الآن خالد بقي الطاقية فواحد حطي يده قلت أبو نائف راجعان إلا الثوب إلا الثوب والعالم صورون ما ردعي أنا اتذكرت صراحة تخني الذاكرة في هالموضوع لكن أتذكر يوم قال إلا الثوب هذه ضحكت من أنا يعني كحد أقصى خلاص إلى هنا يجيب واحد يقول لك أعطني ثوبك فكان لطيف وضريف حتى مع الجمهور والله هذاك وهج يعني خالد يعني وخالد يعني أقتسح الساعة يعني الساحة الفنية في التسعينات يعني صراحة بدون منافس أمانة الوهج يعني عشته وحسيته وشفته ولكن الحمد لله أمره ما كان له تأثير عليه في تغيير نمط ما أملتي أو سلوبي أو واقعي أنا خالد ما زادت الأمور ولا انقصت لأن يظل شيء إضافي في حياة الإنسان أبو نايف حتى في سياراته ترى ممكن تتقابل أبو نايف راكب جدسك راكب جيب عادي جدا أقل موديل ولا عندنه لازم أركب سيارة فخمة ولازم أنا ما ديوشه وسواء لا لا والله أنا خالد ركبت سيارة غالية ومبهرة أو ركبت أقل السيارات وهي كلها نعمة حماها جت بفلوس جتب دراهم معناته أشكر الله عليها وحتى لو جتك هدية واللي أعطيها أحمد الله يا أخي نعمة فتظل الأنعام يشكر الله عليها سبحانه أنا ما تفرق معي أركب أركب أبو الشرك أغلى المواتر وركبت أدفه المواتر لكن تظل يعني تقاس بقيمتك الذاتية الشخصية وليس بما تركب فاللي ينظر للمشهد الرجلك من مواتر هذا حالة صعب بصراحة يا أخي أنا توقعت أنه أنا بار في والديني كثير جدا لكن لما عشرت خالد عبد الرحمن لقيت عنده بر عظيم لوالدته يعني ما يوصف وأنا اللي قاعد اسمها الآن هو يتكلم عن شخصة ترى ما يتكلم عن خالد عبد الرحمن لأن هذه صفاتي على فكرة يعني تخيل الآن هذه ليلة مخاوية الليل خالد عبد الرحمن لو أمه الآن تدق عليه تقول ودني مكة ترى ممكن يروح يترك الليلة ولا عند أي مشكلة يعني بار في والديه بشكل عظيم جدا يعني الله سبحانه عنه قال في كتابه الكريم واخفض اللهما جناح الذل من الرحمة تخيل الذل من الرحمة وليس من الخوف أو المهابة يعني بس هل جملة من القرآن مش تأني يعني شيء كبير والله خالد أنا فرحت أول حاجة في هذا التكريم وهو والله يستاهد وأقول لها ألف مبروك وأنت يا خالد نجم وإن شاء الله هن الجمهور اليوم بيمبسط في ليلة خالد عبد الرحمة أقول لأبونا عيفي إذا سورت سناب حط فلترتك فعلي نبي صغر شوي بس والله محلي فلتر ودعو بدون فلتر جربت الفلتر لك حتى يغير شكلك يا أخي يغير الناس تشوفوك بشكل وفي الفلتر بشكل ذاني طيب خلني على طبيعتي أفضل حتى أحياناً يكون بقني طالع ما أنا عادي الحمد لله الناس مخابر ما هم مناظر يا أخي أحياناً